فبعد أن تحدثنا في الفيديو السابق عن شراء صيد حسون جديد فاليوم سنتحدث عن طريقة التعامل مع ذلك الحسون أو مع تلك الحسسين قصد الإنتاج وأيضا سنتحدث عن طريقة اختيار أزواج الحسون التي سنشغل بها نلتقي بعد الفاصل وقبل أن نتطرق لهذا الموضوع أريد أن أوضح نقطة مهمة وهي الجملة التي تتكرر كل سنة وهي أسرار إنتاج الحسون فهذه الجملة نجدها في العديد من الفيديوهات على اليوتيوب والهدف منها فقط هو جمع العديد من الزيارات ليس إلا فالأسرار التي يجب أن تعرفها وهي أن تكون صبورا وأيضا أن تكون ملتزما بالعمل الذي تقوم به وأن لا تتصرع في الحصول على النتيجة فهذه الأسرار التي ستجعلك تنتج الحسون فإن التزمت بهذه الأشياء فحتما ستنجح في إنتاج الحسون نعود لموضوعنا وسنتحدث عن أول شيء يقوم به المربي وهو السبب الرئيسي في فشله في عدم إنتاج الحسون وهو تعامله مع طائر الحسون كما يتعامل مع طائر الكناري وهذا أكبر خطأ يقع فيه المربي وهو السبب الرئيسي في فشله في الإنتاج فمثلا عندما يأتي المربي بذكر حسون وبأنثى ويضعهم في قفص واحد ويضع لهم العش وينتظر منهم أن يتزوجوا وينتجوا فحتما لن تنجح في التزاوج ولن تنتج من ذلك الزوج وسيصيبك الإحباط من أول محاولة وأيضا أنت ستنضم للأشخاص الذين يقولون أن إنتاج الحسون صعب أو مستحيل فقبل أن تفكر في إنتاج الحسون في الأقفاص فيجب عليك أولا أن تبحث وتقرأ عن كيف يتزاوج هذا الطائر في الطبيعة فكما ذكرت في الفيديو السابق فعندما تذهب لشراء الحسون قصد الإنتاج فمن الأفضل أن تشتري لكل ذكر حسون ثلاثة إنات على الأقل فهنا ستسألني لماذا ثلاثة إنات؟ فبكل بساطة فأنت الحسون هي من تختار الذكر وليس العكس فلهذا يجب عليك أن توفر لكل ذكر أكثر من أنت حتى تجعل تلك الإنات تختار الذكر الذي تريده هي وليس من تريده أنت ففي الطبيعة طائر الحسون يكون مسيطر على منطقة معينة وفي تلك المنطقة يقوم بالتغريد بشكل يومي ولا يستطيع أي ذكر أخر أن يدخل تلك المنطقة التي تحت سيطرت ذلك الذكر فعند اقتراب موسم التزاوج يقوم ذلك الذكر بالتغريد بشكل قوي في تلك المنطقة التي هي تحت سيطرته حتى يقوم بجذب انتباه الإنات وهنا عندما تمر أنت من تلك المنطقة وتسمع تغريد ذلك الطائر ويلفت انتباهها أو يعجبها ذلك التغريد فهنا قد يحصل تزاوج وهكذا يجب عليك أن تقوم به أنت في إنتاج الحسون في الأقفاص يجب أن تترك للإنات أن تختار الذكر الذي تريده هي ولهذا قد أوصيتك أن توفر لها أكثر أن توفر لذلك عفوا أن توفر لذلك الذكر أكثر من أنت واحدة حتى تترك قاعدة الاختيار كبيرة وتسهل على تلك الطيور أن تتزاوج بالطريقة الصحيحة وأيضا حتى لا تقع في الخطأ الذي يقع فيه العديد من المربين وهو أنه يتعامل مع طائر الحسون كما يتعامل مع طائر الكناري ويأخذ ذكر من هنا وأنثى من هنا ويجمعهم في قفص واحد وهذا ما لا نريده وهذا هو السبب الرئيسي في فشل الإنتاج فإن كنت ستنتج طائر الحسون لأول مرة فأنصحك أن تشتغل بزوج واحد فقط حتى تكون فرصتك في الإنتاج كبيرة جدا أما فيما يخص ما سنقوم به بعد أن اشترينا تلك الطيور فستأخذ تلك الطيور وتضعها في غرفة واحدة أو في مكان واحد يعني المكان الذي ستشتغل به وتضعهم في قفص كبير مع بعض يمكنك أن تضعهم مع بعض وأيضا يمكنك أن تضع الإنتاج في مكان لوحدهم وتضع الذكر في قفص لوحده أمامهم حتى يستطيعوا أن يروا بعضهم البعض وبما أنك ستنتج طائر الحسون لأول مرة فمن الأفضل أن تتوفر لديك هذه الطيور قبل فترة غير ريش حتى تقوم هذه الطيور بتغيير ريشها في نفس المكان الذي ستستغل فيه وأيضا حتى تستفيد من مرحلة راحة في نفس المكان وهنا يأتي دورك أنت في اختيار الزوج الذي ستشتغل به وستسألني ماذا سأفعل فبكل بسطة فدورك هنا أنت كمربي يجب عليك أن تلاحظ الإنات أو الأنت التي تتجاوب مع ذلك الذكر وعندما تلاحظ أن هناك أنت من بين تلك الإنات التي وضعت في ذلك المكان تتجاوب مع الذكر فهنا ستسحب الإنات الأخرى التي لم يكن بينها وبين ذلك الذكر تجاوب وتترك تلك الأنت في نفس القفص وأيضا في نفس المكان ولا تحاول أن تغير ذلك المكان أو ذلك القفص حتى تستأنس تلك الأنت بذلك المكان وتشعر بالأمان لأنها إن شعرت بالأمان في ذلك المكان فحتما ستنتج لا محالة في ذلك المكان وهنا تكون أنت قد قطعت نصف الطريق في إنتاج الحسون وهو أنك قمت باختيار الزوج الذي سيشتغل وتركت تلك الطيور هي من تختار لوحدها مع من ستشتغل ولم تفرض عليها الطائر الذي ستشتغل معه وبعدما ننتهي من هذه المرحلة يأتي التجهيز وهذا ما سنراه في الفيديو القادم إن شاء الله إن أعجبتك هذه السلسلة أو أعجبك محتوى هذه القناة فلا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يصلك الجديد وحتى تكمل معنا هذه السلسلة وإن لم يعجبك هذا المحتوى أو هذا الفيديو وقمت بوضع ديزلايك فحاول أن تذكر الشيء الذي لم يعجبك في هذا الفيديو حتى نناقشه فيما بيننا أراكم في الفيديو القادم إن شاء الله